تلعب مع منتخبنا الوطني في نفس المجموعة أغندا بتسقط في التعادل السلبي مع تركومنستان استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية وزي ما حضراتكم أو زي ما حقول لحضراتكم يلعب منتخب أغندا في البطولة التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو حتى يوم 19 ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخبنا الوطني والكونغو الديمقراطية وزمبابوي ياخد منتخب أغندا أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم السبت 22 يونيو الجاري أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية زي ما حضراتكم العارفين الافتتاح يبقى يوم 21 يونيو وحيبقى منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب زمبابوي وعايز أقول لحضراتكم أيضاً أن منتخب أغندا تعادل مع تركومنستان بنتيجة سلبية أيضاً في إطار بقية نتائج الفرق أو المنتخبات التي تلعب في نفس المجموعة التي يلعب فيها منتخبنا الوطني الكونغو الديمقراطية يتعادل سلبياً مع بوركينة تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية بدون أهداف مع نظيره منتخب بوركينة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد في مدينة ماربيلة الأسبانية في إطار استعداد منتخب الكونغو لخوض كأس أمم أفريقيا أيضاً غانا بتخسر ودياً بقية المنتخبات غانا بتخسر ودياً أمام ناميبيا استعداداً لكأس الأمم الأفريقية كل الآن أو كل المنتخبات الـ 24 بيستعدوا للوجود في مصر وبداية هذا الحدث العظيم اللي حيحدث في مصر بداية من يوم 21 وهو كأس الأمم الأفريقية منتخب غانا خسر أمام نظيره منتخب ناميبيا بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين اليوم الأحد في الإمارات العربية المتحدة ضمن الاستعداد لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 اللاعب منفريد ستارك لمنتخب ناميبيا سجل هدف المباراة الوحيد في الديئة 31 من عمر الشوت الأول منتخب غانا زي ما حضراتكم عارفين بيلعب في ضمن أو ضمن منافسات المجموعة الستة بجانب منتخبات الكاميرون وبينين وغينيا بيساو أم ناميبيا فضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المغرب وكودفور وجنوب أفريقيا الحقيقة مجموعة صعبة جدا 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 المجموعة الرابعة لا يكون في عون المنتخب الناميبي طيب مدرب منتخب الجزائر بيهاجم محللي الاستوديوهات بسبب رياض محرز جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري رفض الانتقادات التي اتعرض لها رياض محرز نجم منشستر سيتي الانجليزي من بعض المحللين وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية وقال جمال بالماضي عندما ننتقد لاعبين يقدمون كل شيء للجزائر هذا يسمى بالهجوم الشرس والمبالغ فيه وضعنا قانونا داخليا وطلبت من اللاعبين عدم مشاهدة ما يقال في الاستوديات التحليلية والبرامج الرياضية وما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء المحللين ليس لديهم عادة يمارسونها دائما وهي توجيه الانتقادات إلى رياض محرز الفائز بأربع بطولات مع منشستر سيتي ولكن معرفش أنا الخبر ده الحقيقة بنشوفه كتير حتى هنا في مصر في بعض الأوقات مجموعة كبيرة أو ناس كتير من المحللين لما بيلقوا محمد صلاح بما أنه هو مثلا القريب من رياض محرز أو أنه هو زيه زي رياض محرز فيه أنه هو ما خدش الدوري ولكن خد بطول الدوري أبطال خدش الدوري الإنجليزي ولكن خد بطول الدوري أبطال أوروبا البعض الحقيقة مش عارف أنا بسميه أنه هما بيجوا على محمد صلاح شوية رغبطا في الشهرة ممكن جدا من وجهة نظرهم أنه اللي حينتقد محمد صلاح الناس حتبص عليه أو الناس حتشوفه من الممكن جدا أنه يكون هناك كلام منطقي وكلام عائل جدا ولكن في النهاية ما يقدمه محمد صلاح ومجموعة اللاعبين اللي متواجدين مع منتخبنا الوطني لكل الحقيقة ودي ميزة مهمة جدا 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 لمنتخبنا الوطني أن كل اللاعبين المحترفين الحقيقة اللي موجودين مع المنتخب مش دلوقتي بس من قبل كده قلبهم على بلدهم قلبهم على اسم بلدهم وبالتالي بيضعوا كل مجهودهم في المباريات اللي بيلعبوها زي ما حضراتكم شفتوا اللقطة الشهيرة جدا للنجم الكبير نجم نادي ليفر بول محمد صلاح اللي دايما رفع رأسنا في كل حتة اللقطة الشهيرة لما وقع على الأرض وقام وبعد فيه مباراة الصعود لكأس العالم ده قلب ده قد إيه هو بيحب بلده قد إيه هو عايز يعمل كل حاجة عشان بلده ولكن في بعض الأحيان الله يكون فؤونه تحديدا محمد صلاح الباقي كله يمكن ريح شوية يعني أحمد حجازي ريح أنني مريح أحمد المحمدي برضه على رغم من انتهاء موسمه متأخر ولكن خد أسبوع أو عشر تيام قبل محمد صلاح وبالتالي إن شاء الله يبقى يظهر بشكل جيد عمر وردة مريح كوكا مريح مجموعة معظم اللاعبين مريحين باستثناء محمد صلاح ولكن إن شاء الله أنا متأكد أن الجهاز الفني سيستطيع أن يؤقلم محمد صلاح خلال الفترة القادمة على المباراة التأشيرة بتحرم نجم الزمالك من المشاركة بأمم أفريقيا مع الكونغو قرر فلوران إبنجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية استبعاد الثنائي جاكسون موليكا وكابونغو كاسونجو مهاجم نادي الزمالك من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضفها مصر وذكرت وسائل الإعلام الأفريقية أن الثنائي جاكسون وكابونغو لم يتمكن من استخراج تأشيرة السفر إلى أسبانيا والمشاركة في المعسكر التدريبي الذي يخوض المنتخب الكونغولي في أسبانيا استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يأتي هذا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة يانيك بولاساي مهاجم عند اللاخت البلجيكي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المجموعة الأولى طبعا أو المنتخب الكونغو موجود في المجموعة الأولى بجانب طبعا منتخبات مصر وأوغندا وزنبابوي طيب حنطلع فاصل وبعد كده بقى هنرجع لها الصحف الأفريقية وماذا قالت عن هذه البطولة وماذا قالت عن منتخباتها من خلال الصحف الأفريقية اشتركوا في القناة